الاتحاد الافريقي احتفل بتأهل النادي الاهلي للمرة التمنى على التوالي لدور التمانية وقال نصاً حامل اللقب يحصل بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دولي أبطال افريقيا للمرة التمنى على التوالي بكده يعني بعد نهاية مباريات الجولة الخمسة من دور المجموعات المجموعة الأولى حسم فيها مازينبي وسانداونس للصعود واللقاء الأخير حيكون ما بينهم يعني إن شاء الله في جنوب افريقيا لحسم صدارة المجموعة في المجموعة الثانية حسم أسك ميموزا صدارة المجموعة والمقعد الثاني حواليه صراع بين سيمبا التنزاني والوداد المغربي المجموعة الثالثة بيترو أتلاتيكو طبعاً حسم الصعود والمقعد الثاني حابة فيه صراع عليه بين الترجي والهلال السوداني طبعاً الترجي بيمتلك أفضلية المراكز بتمن نقاط على الهلال بخمس نقاط فقط ويلتقي الفريقان يوم السبت الجاي إن شاء الله في تونس المجموعة الرابعة زي ما حضرتكم عارفين خلاص الأهلي يعني ويانج أفريكنز خلاص ضمنوا الصعود ولقاء يوم الجمعة القادم من أجل حسم صدارة المجموعة والمطمئن في الحدوتة إن النادي الأهلي يكفي التعادل بس إحنا مش عايزين تعادل يكفينا بس إحنا مش عايزين ومش ده طموح الأهلي أبا إحنا بنبقى داخلين عايزين نفوز دايماً التعادل بالنسبة لنا خسارة على فكرة الموضوع ده بقى يأثر عليه نحنا في حياتنا العادية عاية يعني بقى إن إحنا منتمين للنادي الأهلي بجد والله أكلم حضرتكم بس الموضوع يعني بيعدي وبيعدي بشكل إيجابي أنت في حياتك بقيت خلاص أنت عايز دايماً تفوز عايز دايماً تنجح في كل خطواتك ملاش علاقة من ننتمي للنادي الأهلي فإحنا دايماً عايزين نبقى نكحين وأنا قلتها قبل كده كل من هو منتمي للنادي الأهلي ناجح بغض النظر بقى لو أنت بتشتغل أمن لو بتشتغل ويتر لو بتشتغل المذيع لو بتشدف لعب كورة كل من ينتمي للنادي الأهلي ناجح وخليني أرجع لحضراتكم تاني بس